الاب مريده بيموت طلب من ابنه الوحيد جون ان يراعي اخواته البنات واللي هما من ام تانية ورس الاب كله هيكون لابنه حسب القانون اللي يمنعه من تقسيم الارض على اسرتين وبكده بقت كل الاراضي من حق الولد لكن الاب اللي بيعشق بناته قاله لازم يكون فيه ارباح سنوية من دخل الاراضي للبنات وده علشان يقدروا يعيشوا في نفس المستوى اللي هما عايشين فيه بعد بمات الاب جون اتكلم مع مامته واللي بطريقها علشان تستلم ورس ابنها كان ليها رأي مختلف ان اخواته مش هيحتاجوا المبلغ كبير وده علشان مش هيكون عندهم خدم زي زمان وقالت له كمان هما يعني هيحتاجوا الفلوس في ايه فضلت وراه لغاية ما اقتنع بكلامها هو اصلا عنده استعداد ان يزلم اخواته البنات البنات التلاتة ومامتهم عايشين في قصر كبير الاب كان موفر ليهم كل صبل الراحة لكن ده كله حيضوا اخوهم ومامته دي ده شود الاخت الكبيرة واللي اتكلمت مع العاملين في القصر واعتذرت لهم قالت لهم يشوفوا شغلة تانية علشان مش هيقدروا يتفعلهم الفلوس كل شهر الام حزينة جدا على جوزها وعلى حالها وعلى حال براتها والمشكلة الحقيقة ان هما ما عندهمش مكان يروحولوا ماريان الاخت الوسطانية بتهرب بحزنها بالعصفة على بيانه البنت الزغيرة بقى مارجريت مستخبية طول الوقت ومش لايا سبب مقنع علشان تسيب بيتها ده شود قالت لها ان البيوت تورس للابن بس وصل الاخ ومامته عشان يستلموا القصر مامة البنات كانت في شدة الحزن لكن الزوجة الاولى فاني على الفطار طلبت تاخد قدة البنت الزغيرة وده عشان اخوها ادوارد اللي جاي من السفر قالت لهم ان انتوا كده كده حتمشوا من البيت فمفيش مشكلة لناخدها من دلوقتي اخوهم بيسمع الكلام ومش فارق معاه الزلم اللي بيحصل لاخواته هو ضعيف جدا قدام مامته قدام رأيها وصل ادوارد اخو فاني الزوجة الاولى للاب وكان انسان محترم جدا اول حاجة رفض ياخد قدة مارجريت البنت الزغيرة وكان لطيف معهم جدا ومقدر حزنهم على باباهم وكمان على وضعهم الجديد لكن فاني استولت على كل حاجة كل حاجة في القصر ادوارد اخد باله ان مارجريت البنت الزغيرة مستخبية طول الوقت الطفلة واللي اخترت الطريقة دي علشان ترفض اللي بيحصل حواليها لكن هو قدر يخدعها بخدعة بسيطة جدا وده لما عمل نفسه مش عارف في الخريطة حاجة وهي طفلة زكية جدا ساعدته وطلعت من تحت بمنتعل حماسه تتكلم معاه دشوت الاخت الكبيرة كانت مرتاحة جدا لانه يقدر يخرجها من مكانها حتى ان الطفلة مارجريت بتلعب مع ادوارد وبطلت تستخبه خالص الشيء اللي لفت نظر دشوت وزاد اعجابها بيه علاقتهم اتحسنت وعرفوا بعض اكتر ادوارد البنات التلاتة ومامتهم كانوا بيحبوه الام حاسة انه عريس مناسب لبنتها الكبيرة طبعا الشيء اللي ازعج فاني جدا انزعجت طبعا ان اخوها ممكن يجوز بنت فقيرة وان ده شيء غير مسموح في العيلة الام حزينة جدا على بنتها اللي بقوا يعتبروها فقيرة وده بعد ما كانت من الاغنياء اللي كل يتمنيها طبعا الام قررت تمشي بعد الاهانة دي من الزوجة الاولى وعلى العشاء بلغوهم ان هم لقوا كوخ صغير بسيط حيتنقلوا ليه ادوار شايفهم يفضلوا هنا لكن طبعا زوجة الاب مكانش عجبها الكلام حتى ان هي قالت لهم الكوخ الصغير حاجة جميلة جدا وانيق طبعا كلهم فهموا الرسالة ان هم مش مترحب بيهم في البيت ومستعجلة على مشاينهم ادوارد بيحاول يتكلم مع الدشوت لكن فاني طول الوقت حواليه لانها عرفت ان هم معجب بيها خرجت الاسر من قصرهم البنات التلاتة امامتهم اتنقلوا من الحياة الفخمة لحياة بسيطة حياة بسيطة جوا الريف وصلوا للكوخ واقفين على الباب مصدومين من بساطة البيت لكن ده البيت اللي يقدروا يدفع اجاره البيت بارد جدا الام بتبص على البناتها التلاتة وحزينة جدا على تغيير حالهم حتى النومة بقوا يعملوا كل حاجة بأيديهم عكس الاول واللي كان فيه عاملين بيساعدوهم طول الوقت دي السيدة جينين سوجوزة واللي وفروا ليهم السكن الجديد هم كمان جرانهم وبيحبوهم جدا وهم دايما بيستضفوهم في قصرهم مريان البنت الوسطانية وهي بتعزف عالبيانو دخل عليهم جارهم جارهم برندون واللي اعجب جدا بيها اتعرف عليهم وقضى وقت معهم في القصر السيدة جينيس صاحبة القصر كانت شايفاهم صنائي جميل لكن مريان مش معجبة بيه خالص بالعكس كانت بتصده طول الوقت هو كان محترم جدا كان بيقبل رفضها لانه عارف ان اكبر منها في السن خرجت مريان ما اختار زغارة مرجيت بيتمشو لكن الجو كان سيء جدا وقعت مريان على الارض ولوت قدام حد بيساعدها شاب وسيم جدا واللي اخدها على البيت مريان اعجبت بيه لدرجة انها مش قادرة تخبي مشاعرها الحقيقة ان الاسرة كلها اعجبت بالشاب الشام تاني يوم كانوا في انتظاره لكن جي برندون واللي مرحبتش بيه مريان خالص لكن لما جيه ولوبي الشاب الوسيم كانت سعيدة ومبتسمة الام والاخت الكبيرة طول الوقت بيحاولوا تضبطوا دخلهم القليل على مصارفهم الشيء اللي بيخليهم يستغنع على حاجات كتير من الاساسيات في حياتهم زي انهم ما استغنع اكلات كتير بيحبوها مريان عايشة منطلقة مع ويولوبي الشخص اللي كل ما بيحبهوش لانهم عارفين ماضيه ورغم اعتراض اختها على وجودها معاه طول الوقت لكن هي دايما بتعمل اللي يسعادها ويشاف ان هي السعادة معاه مريان كانت منتظرة منه يطلبها للجواز لكن حصل العكس انسحب من حياتها من غير سبب ويسافر من غير ما يقولهم اي حاجة انهارت مريان والام كمان حزنت جدا على بنتها اللي دبلت من الحزن وهم في قصر السيدة جينيز قبلت لوسي داشوت وكان كلامها مفاجأة لها لوسي قلت لها ان هي وإدورت بيحبوا بعد من خمس سنين وان هم تقريبا مخطوبين ومتفقين على الجواز داشوت مش مصدقة او مصدومة بس هي كده عارفت ان هو ليه ما جاش يزورهم لغاية دلوقتي السيدة جينيز عرضت عليهم انهم يتخذهم معهم لندن داشوت ومريان وكمان قربتها روسي طبعا كلهم كانوا صعدة جدا الا داشوت اللي خسرت حبها من اللحظات لما وصلوا على لندن كانت مريان متوقعة ان ولوبي ييجي زورهم لكن ده ما حصلش انتظرت كتير من غير اي فايدة واللي جي لزيارتهم برندون رغم ان هو عارف انها بتحب واحد تاني في حفلة كبيرة للعقلات فاني كانت موجودة وطبعا منعت ادور ان يكون موجود وده علشان ما يشوفش داشوت لكن هي بعد ما عرفت ان هو مرتبط خلاص ما عنداش اي امل ان يكونوا مع بعض في نفس الوقت اختها مريان عرفت ان حبيبها لوبي خطب بنت غنية جدا عكسهم تماما هم اللي بقوا عيلة فقيرة بعد موت باباهم انهارت وخاصة بعد ما ارسل لها جواب انها فهمته غلط وانه ما وعدهاش بأي حاجة اخوهم طبعا بيسمع اخبارهم زي الغريب عرف ان العرسان بيهربوا منهم ساب فقرهم لكن الحقيقة طبعا هم صعبانين عليه وشايفهم كده حيعنسه لان العريس عايز بنت غنية براندون لما سمع اللي حصل راح للاخت الكبيرة علشان يقف جنبهم لكن عرفها ان كده احسن لها وانه يلوبي شخص سيء جدا وانه كان على علاقة ببنته وحملت منه ولما عميته ومنعته من المراس اضطر يخطب واحدة غنية عرفها انه هو شخص استغلالي ادوارد كمان جاء علشان يتطمن عليهم بس اتفاج بقود لوسي معهم داشت عملته بمنتهى البرود وهو حس وفهم ان هي عرفت كل حاجة اضطر يمشي بسرعة ومعالوسي طبعا مريان الاخت الوسطانية مردت بشدة وكانت بتموت حتى ان الدكتور بلقهم يكونوا جاهزين لأي خبر الحقيقة انها كانت مستسلمة للموت بعد ما خسرت حبها اختها كانت حزينة عليها جدا وعلى مرضها وما كانش معها غير براندون واللي ما بيتحركش من على باب القوضة حزين عليها طلب من داشت تقوله اي حاجة يعمل عشان ينقذها كان بيتقلم عليها جدا قاتله هي محتاجة لمامتها طبعا خرج على طول عشان يروح يجيبها لها والصبح لما وصله كانت مريان بتتحسن الشيء اللي اسعده جدا ولما فاقت شكرته كان بيقضي وقت طويل جنبها علشان تستعيد صحتها وترجع لها الابتسامة من جديد على وشها مريان بدأت تحسي بيه وقديه هو احنين ولطيف معيها حتى انه لما قالها انها هيسافر عشان يشوف شغله اتضيقت جدا بدأت تنسى حبها وتحس انها هدت له اكتر مما يستحق وانه هو كان غلطة في حياتها بعد ما عرفت قديه هو انسان مستغل براندول ارسل لها هدية هو مسافر بيانه جميل جدا هو مش ناسي اول مرة شافه هي بتعزف وجمالها واللي لفت نظره مريان كانت سعيدة جدا بالهدية ورجعت تعزف من جديد الامة وبراتها التلاتة تغلبوا على ازمتهم اتغلبوا على ازمتهم بوجودهم جنب بعض ومريان قدرت هي كمان تتخطى حبها وترجع تحلم من جديد ادوارد وصل على الكوخ وقال العيدة ان نلوسي ثابته لما شافت اخوه وتجوزت اخوه داشوت لما سمعت عياتت من الفرحة هديها وقال لها ان هو بيحبها وان نلوسي كانت علاقة وهم صغيرين قال لها ان هو عرف الحب الحقيقي معيها طلب منها يتجوزه طبعا وفقت الكوخ البسيط مليان فرحة لكن كان فرح براندو ومريان واللي تجوزه بعد جوز ادوارد وداشوت اخيرا الاسرة رجعت الفرحة ليهم من جديد لكن طبعا فيه اللي اختار غلط وقدروا يتغلبوا على ازمتهم وقصفة اخوهم عليهم العيلة بسبب الحب قدروا يعيشوا السعادة الحقيقية